بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تأتين الساه قل بنا وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزر عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الفميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتوى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا من عما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف فيهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير ونقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أومي معه والطير وألمنا له الحديد أن اعمل سافرات وقدر في السرد واعملوا صالحاً إني بما تعملون مصير ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له بين القطر ومن الجن من يعمل من يديه بإذ ربه ومن يزق منهم عن أمرنا نذقه من غذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريه وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وخذور الراسيات يعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور لما قضينا عليه الموت ما دلهم ما دلهم على موته إلا دابة الأرض دابة الأرض تأكل من سأته لما خر تغيرت الجن ألعوا كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا ما نبثوا في العذاب المهيم لقد كان لسميا في مسكرهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكر خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور واجعلنا بينهم وبين القرى التي باوكنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين فقالوا ربنا بعد بين أسهارنا وظلموا أنفسهم فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور ولقد صدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء هفير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات على في الأرض وما لهم فيهما من شك وما له منهم من ظهير ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن أذين له حتى إذا فسع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في طلال مبين قل لا تسألون عن ما أجرمنا ولا نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح الأليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا من هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم مياد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولم ترى إذن الظالمون مرقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الفزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرركم بالتي تقرركم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا مناجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة وهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وللنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون اليوم لا يملك بعضهم لبعض نفأ ولا ضرى ونقول للذين ونمذوقوا أذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتنى عليهم آياتنا بيناتهم قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم أما كان يعبد آماءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مرشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف من الحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد قل إن أطلت فإنما أضم على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش وأنا لهم التناوش من مكان أغيث وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب